من النازحين اللي بالمخيمات يعني الناس لا قادرة ترجع ولا قادرة تبقى بالمخيم شلون تساعدون وأنتم الإدارة المحلية الرسمية الشرعية شون تساعدون الناس بالمخيمات وشون تساعدوهم على الرجوع الحكومة الاتحادية غير متعاونة بالحقيقة غير قادرة توفير الأمن والأمان والخدمات لا توجد ميزانية مخصصة على سبيل المثال القضاء ناحية قحطانية 126 ألف إنسان يزيدية شون تابع قضاء بعاج لا توجد فيها مشاكل إدارية وقائم قائم موجود قائم قضاء بعاج لماذا لا يعمر هذه المدينة على سبيل المثال ثم أكثر مناطق تضرر في المناطق اليزيدية المناطق التابعة ناحية القحطانية هي قائم قرعزير قرزيرك سيباشي خدر وجرت عليها الإبادة وتدمير ثم ناحية قيروان أيضا يتابع قضاء صنجار وسيد مدير الناحية موجود نحن طالبنا مرارا تكرارا الحكومة العراقية بأن هذه التعدد المصادر الأمنية القوة الأمنية غير مرحبة به لا نقبل بوجود الصراعات على أجل جغرافية الصنجار حتى تكون هناك كورودورو لمرور مساعدات النظام السوري والحزب الله بسبب وجود هذه الفصائل وتعاون الحزب العمال الكردستاني مع بعض الفصائل المليشيائية وبعض الفصائل من الحشد الشعبي الملف الإداري شماع يعلقون فيه بإمكان الحكومة العراقية كاكا محمى أريد تقول لي لحضرتك اليوم ويانا طالع ضيف رسمي ومسؤول أريد تقول لي هل عندكم ثبتتوا هذه الأشياء التي تقولها تتهرب أنا أعرف أنه هو يحدش على الموضوع بس أنتم شلون هل تابعتوا هل عندكم رصدتوا هذه الأشياء تصير على الحدود عن طريق صنجار والمناطق المجاورة بالتأكيد طالبنا دولة رئيس الوزراء طالبنا رئيس الجمهورية عند علاقة أنا عضو برلماني سابق طالبت مجلس النواب كل اجتماع أمني طالب سيد المحافظ قيادات العمليات قيادة الفرق مسك الحدود وتخارط الطريق لحل مشاكل الصنجار هو اتفاقية الصنجار بين الحكومتين بشرعية أممية وبدعم من الدول التحالف مسكت الحدود حتى رئيس البرلمان سيد الحلبوسي لما زار الموصل قال الحل لازم تحتاج حل سياسي وحل أمني تحتاج إلى حل أمني بدرجة أولى ثم حل سياسي ثم حل إداري ثم حل خدمي وأنا عاتب عبر المنبر الحرة سيد الحلبوسي عندما يزور مدينة الموصل لكونه من مكونه وأحنا اليزيدين ليس ليس اليزيدين صنجار لا توجد نايف في البرلمان كان هناك أيضا جينوسايد سياسي على الصنجار لم يمر صنجار بالتأكيد نحن طالبنا أن نتخلص من هذا الروتين تكون صنجار محافظة حتى نتخلص من الروتين لداري في محافظة هم جايك عليها هاي النقطة هم محافظة هم جايك عليها طالبنا الأخوة طالبنا الحزب العمال الكردستاني رجاء بعد هذه الفترة الطويلة وبهذه الإبادة والناس يطالب خروجكم من صنجار لمصلحتكم ومصلحة العراق ومصلحة المنطقة ومصلحة الأقليم لا يسمعون مطالباتنا ولا يسمعون مطالبات صنجار ثم لماذا الحجد الشعبي لا نحتاج إلى حجد الشعبي الحجد الشعبي بموجب الفتوى الكفائي لمحاربة الداعش انتهت الداعش مفروض يغادر الحجد الشعبي بس يبقى القوات الشرطة العراقية والجيش العراقي وتوظيف وتنسيب عدد أكبر عدد ممكن من اليزيديين بموجب المادة 125 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر